بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم طلابنا العزاء طلاب الصف العاشر نرحب بكم ولقاء جديد ونسأل الله أن تكونوا بتمام الصحة والعافية وأن نلتقي بكم قريبا ونحن وبلدنا بأحسن حال إن شاء الله تبارك وتعالى طلابنا الأعزاء نتحدث إن شاء الله في هذا اليوم في إجابات أو نجيب أسئلة الفهم والتحليل في كتابنا الوحدة الثامنة وحدة قصيدة أمنا الأرض أو قالت الأرض وهذه إن شاء الله يعني في الصفحة 47 والصفحة الثانية أيضا صفحة 48 إن شاء الله تبارك وتعالى فنجيبها إن شاء الله تبارك وتعالى حتى نكون وإياكم قد سرنا في هذه القصيدة بشكل جيد وفهم ووعي جميل نبدأ كلامنا إن شاء الله الوحدة الثامنة قصيدة أمنا الأرض إجابات الفهم والتحليل السؤال الأول هنا يقول اقرأ أول بيتين من القصيدة ثم أجب عما يأتي أول بيتين يقول الشاعر أدونيس قالت الأرض في جذوري آباد حنين وكل نبضي سؤال بيجوع إلى الجمال ومن صدري كان الهوى وكان الجمال الشاعر هنا يعني أبدع في البيتين السؤال الأول ألف يقول بما وصفت الأرض نفسها بما وصفت الأرض نفسها فنجيب ونقول وصفت الأرض نفسها بأن لها قلب ينبضه ومع كل نبضة تطرح عدة أسئلة فيها الشوق والحنين والذي لا ينقطع عن أهلها فهي أي الأرض أصيلة لها جذور ولها تاريخ طويل وهي محتاجة إلى تبادل الجمال والحب كغذاء لها مع أنها أصل الجمال هذه إجابة الفقر ألف الفقر با كيف عبر الشاعر عن جمال الأرض وطبيعتها أو كيف عبر الشاعر عن جمال الأرض والطبيعة حوله إن شاء الله نجيب بإذن الله تبارك وتعالى عبر الشاعر عن جمال الأرض بأن وصف الأرض بأنها منبع الحب والجمال وأنها تحتاج دائما إلى الجمال وكأنه الغذاء الذي تنمو وتعيش به نعم فجمال الأرض كأنه غذاء هكذا عبر الشاعر عن جمال الأرض والطبيعة حوله بأن وصف الأرض بأنها منبع الحب والجمال لأن الأرض هي التي تعطيك الحب والحنين الدائم والأرض دائما تحتاج إلى الجمال وجعلت الجمال كأنه الغذاء الذي تنمو وتعيش به السؤال الثاني هذا السؤال الأول السؤال الثاني بعد قراءتك البيتين الآتيين من القصيدة أجب عما يليهما البيتان قم مع الشمس يا شبابي وحرك عالما ساهم البصيرة جامد أنت علمته الحياة قديما وستبقى له دليلا ورائد ماذا يريد من البيتين الذين ذكرناهما ألف دعتنا الأرض إلى النهضة والحضارة كيف عبر الشاعر عن هذا المعنى الآن الأرض بدأت تدعون إلى النهضة وحضارة وتقدم ورفعة كيف عبر الشاعر عن هذا المعنى كيف قصد به الشاعر في هذا البيتين نقول دعت الأرض شبابها أن يتحركوا ويواكب النهضة والحضارة لاحظ أول الكلام قال قم مع الشمس يا شبابي وحرك يعني قبل طلوع الشمس أو مع طلوع الشمس فأنت مثل الشمس إذا ظهرت أضاءة الأرض وهكذا لذلك أنت سوف تنير هذه الأرض بالنهضة والحضارة فدعت الأرض شبابها أن يتحركوا ويواكب النهضة والحضارة ويغيروا هذا العالم الذي قد تجمد بشرود ذهن شبابه يعني الشباب اليوم ضيعين مش عارفين مصلحتهم أكثر فأكثر فلذلك أنت الآن بدك تقوم بهذه الحضارة وتقوم بهذه النهضة لذلك دعتنا الأرض إلى النهضة بأن نستيقظ مبكرا وأن لا نكون جامدي البصيرة بل لا بد أن نكون ساهمي البصيرة أي فاهمينا ماذا يحصل من حولنا طيب بأ أذكر صورا من مظاهر النهضة في الأمم من مظاهر النهضة في الأمم أي من هنا أو من أبيات أخرى من صور مظاهر النهضة في الأمم الإقبال على العلم الآن النهضة أو الأمم لا يكون فيها نهضة إلا إذا أقبلنا على العلم إلا إذا أقبلنا على العلم لأن إذا تعلمنا فهمنا وإذا فهمنا عرفنا وإذا عرفنا اغترفنا وإذا اغترفنا تقدمنا وإذا تقدمنا علونا وتسامونا لذلك الإقبال على العلم يزيد نهضتنا في هذه الأمم وأيضا نحترم وقتنا فنحن الآن لابد أن نتعلم ونسير ولا نضيع وقتنا في أشياء ربما لا تكون مثلا واضحة أمامنا نضيعها مثلا على لعبة نضيعها على مباراة لا اجعل لكل شيء مكانه واحترم البقت الذي لك والذي علي اقرأ الأبيات الآتية ثم أجب عما يليهما الأبيات قال في هذه الأبيات أنا سويت من عروقي أبنائي وربيتهم ذرا وجبالا يتسامون فالطموح مدى جدب ويحيون في الزمان مثالا أنا سويت من عروقي أطفالي وسويت فيهم الأطفال لاحظ هنا الأبيات هذه قال أنا سويت من عروقي أبنائي وربيتهم ذرا وجبالا لاحظ السؤال الفقر ألف قال أضفى الشاعر على الأرض صفة الأم وضح هذا هل الأرض أم بالمعنى الحقيقي لا لكنه أضفى لها بأنها هي الأم وبأنها هي التي ترعى أبنائها ولذلك قالت أنا سويت من عروقي أبنائي مش بس أنه يعني أنجبت هؤلاء الأبناء قال وربيتهم ذرا وجبالا بدنا نشوف إيش الوصف وضح ذلك نقول وصف الشاعر الأرض بالأم الحريصة على أبنائها من العاملين الكاذحين الذين علمتهم أن يكونوا طامحين ثم أصبحوا مثالا عاليا ينظر إليهم ينظر إليهم لأنهم أصبحوا ذرا وجبالا ذرا يعني أعالي الأماكن وجبالا أي ثابتين نعم الفقرة تقول استخلص الصفات التي وصفت بها الأرض وأبنائها الصفات ذرا وجبالا أول واحدة ذرا وجبالا وهذه يعني تعني الشموخ والعزة تعني الشموخ والعزة أيضا الطموح لاحظ الطموح هذه فالطموح مدى جذب نعم الطموح أي التسامي والرفعة ويتطلعون إلى المجد كذلك عندنا ويحيونا في الزمان مثالا ويحيونا في الزمان مثالا أي القدوة أنت الآن تقول أنا مثل أو هذا الرجل مثل لي أو قدوة يعني هذا رجل له مكانة ولذلك نقول هنا المقصود بها أو هذه الصفة تمثل القدوة والمثال على مر الزمن نعم الأطفال في هذا البيت يعني وسويت فيهم الأطفال هنا يعني الصفة أن الأطفال معنا للبراءة معنا للبراءة والنقاء ولذلك الصفات التي وصفت بها الأرض وأبنائها أن الأبناء لهم شموخ وعزة لهم تسامي ورفعة يتطلعون إلى المجد قدوة ومثال على مر الزمن البراءة والنقاء السؤال الرابع إن شاء الله يقول يبدو الشاعر متفائلا بمستقبل الأرض رمز العطاء وبنهضة أبنائها في القصيدة أذكر أهم ملامح هذا التفاؤل يعني إحنا بدنا نقول إنه الشاعر متفائل وإن شاء الله نكون إحنا متفائلين كمان لكن يقول متفائل بمستقبل الأرض رمز العطاء وبنهضة أبنائها يعني في المستقبل القريب طيب أذكر أهم هذه الملامح هذه الملامح يعني نحن نذكر ألفاظنا نحكي معاني هذه الملامح أولا نقول سيادة الحب في الأرض فالورد رمز للمحبة فالورد رمز للمحبة وأيضا من الملامح في القصيدة أنه أعطى العطاء والخير الوفير العطاء والخير الوفير وأيضا قوة الشعب المتمثلة في اقتصاده القوي والمحبة السائدة بين أبنائه ولذلك لما قال أنه بدي زرع الأرض أنا الفلاح ذكر أنه هو الفلاح وأيضا التقدم المتمثل في النور الذي لا يضعف والروائح الطيبة التي تنتشر في أرجائه أيضا اختفاء الفقر بين أفراد الشعب وباختفائه تختفي مظاهر الشقاء والألم هذه ملامح يعني هو ذكر أنه سوف يذهب الفقر يفنى الفقر ويفنى معه زمن جهم وكون بغيض طيب من الأسئلة أيضا السؤال الخامس قال بعد قراءتك الأبيات الأخيرة من القصيدة أجب عما يأتي الأبيات في القصيدة الأخيرة تقول أنا فيها الفلاح أزرعها قمحا ووردا وأقلع الأشواك سكتي تنطح الصخور وتمشي في الأحافير نشوة وعراك وحقولي سنابل تفرع النجمة كأني زرعت فيها السماك هنا الشاعر يعني أبدع أيضا في هذه القصيدة وهو يعطي معاني كثيرة فالفقرة ألف تقول صف ما يقوم به الفلاح صف ما يقوم به الفلاح يعني بالنسبة للمقصود في الأبيات الوصف نقول أنه يزرع الأرض قمحا ووردا ويقلع الأشواك طيب إيش هذا الكلام هذا الفلاح هذا يقوم الفلاح بشكل عام يزرع القمح ويزرع أشياء فيها ورد ويقلع الأشواك المضرة في الأرض أو المضرة للنبات أو نباتات غير نافعة وهنا يرمز للعطاء والمحبة في الأرض وتذيل الصعوبات لأن الفلاح إذا زرع الأرض قمحا فإنما يزرعها للطعام ووردا بالنسبة للجمال فهو يحب أن تكون أرضه جميلة وأيضا القامل حتى يكون عنده وافر الغذاء وهو إذا فلحها سوف يجد صعوبات منها أن يقلع الأشواك مثلا الأشواك مضرة فهذه ترمز إلى إزالة الصعوبات ويمكن الصعوبات تكون كبيرة جدا مثل الصخور ولذلك جعل محراثه أي سكته تنطح الصخور نطحا وتمشي في الأحافير حتى الأشياء التي تريد أن تنزل من مقامه مثل الأحافير أو هي جمع حفرة فيجد فيها متعة في أن يعبدها وأن يكون قد بنى مستقبله نعم حتى إذا ما نبتت السنابل في الحقول يعني نافست النجمة في السماء كأنه بدل أن يزرع الحبة زرع النجمة في السماء ولذلك الآن الفقر بها قال أشار الشاعر في قوله وحقولي سنابل تفرع النجمة وحقولي سنابل تفرع النجمة إلى صفتين يتميز بهم الإنسان الناجح إيش هما؟ هذهم الثقة فيما يعمل لأن الإنسان إذا وثقة فيما يعمل أبدع ثانيا لتقان الإخلاص في العمل أنت بدك وطن يعني بدك وطن يكون له السمعة وله المكانة وله الرفعة لازم يكون في عندك إيش يكون في عندك ثقة إنك أنت قادر على هذا الشيء وفي نفس الوقت أن تتقن عملك وأن تخلص فيه وهنا تجد إن شاء الله الرفعة وتجد أيضا التميز للإنسان الناجح في هذا البلد السؤال السادس يقول ما المقصود بكل من العبارات الآتية ألف قالت الأرض في جذور يا آباد حنين قالت الأرض في جذور يا آباد حنين إيش المقصود بهذا البيت أو بهذه الفقرة المقصود أن الإنسان دائم الحنين إلى أرضه قالت الأرض في جذور يا آباد حنين أي إلى ما لا نهاية موجود فيه أني أشتاق لشبابي ولمن هم أولادي أو أعتبرهم مثل أولادي في هذه الأرض أيضا آآ قال ويحيون في الزمان المثالة ويحيون في الزمان المثالة يعني إيش هم من يصنعون القدوة هم من يصنعون القدوة المقصود أنه في المثال هنا أي القدوة ولذلك يعني أنت تزرع القدوة آآ في الأبناء وفي من يقوم هذا المقام آآ جيم قال ودفق من الشذا لا يغيض ودفق من الشذا لا يغيض لا يغيض يعني لا ينزل في باطن الأرض مرة أخرى فهناك دفق أي الشيء المصبوب الذي يتدفق يعني بقوة الدفق يكون للأشياء التي تندفع دفعا ولذلك يوجد هناك دفع قوي عند الشباب آآ رائحتهم طيبة يعني إيش مراسمهم بائنة قال ودفق من الشذا أي قوة الرائحة الطيبة وهذه الرائحة للشباب يعني أنهم سوف يكون لهم الشيء الكبير الكبير لن يندثر في الأرض لا يغيض ولذلك كلمة يغيض احنا قلنا أي فيما ينزل إلى الأرض وهناك آية في سورة هود قال وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيض الماء وغيض الماء يعني نزل الماء إلى قاع الأرض ولذلك الشباب بهمتهم العالية لن ينزلوا إلى الأرض إلى باطن الأرض وإنما سوف يرتفعون وهذا يرمز هنا المقصود بهذا العبارة العطاء أنهم يتدفقون بعطائهم أكثر فأكثر مثل الرائحة القوية والتي لا تفوت أو لا تدخل إلى الأرض فتنزل وتذهب أبدا أيضا دال كأني زرعت فيها السماكة السماكة له النجم المنير في السماء ولذلك هنا المقصود بهذا أنه التفاؤل الأمل يقصد بها التفاؤل والأمل لأنه هل نجم يزرع؟ لا يزرع النجم ولكنه يعني يجعل من الحبة التي تكون في باطن الأرض ثم تعانق السماء في باطن الأرض ثم تعانق السماء كأنما زرع النجم في السماء ويعني الشجر الذي يرتفع ويعلو مكانته يعني كأنما هو يزرع نجما في السماء وهذا يدل على التفاؤل والأمل والثقة في العمل نعم طيب السؤال السابع قال من مهام الإنسان في بلده العمل والإنتاج ومواجهة الصعاب والإصرار على تحقيق الأهداف مثل لكل واحدة من القصيدة طيب بالنسبة للعمل والإنتاج بالنسبة للعمل والإنتاج قال عندك في البيت قال قم مع الشمس يا شبابي وحرك عالما ساهم البصيرة جامد أليس هناك عمل وإنتاج؟ نعم لأنه بدي صحا مبكر حتى يعمل وابدي يستفيد من شبابه حتى ينتج وفي نفس الوقت العالم لا بد أن يتحرك لا أن يكون جامدا من غير يتحرك أيضا من الأشياء الموجودة في القصيدة التي تدل على العمل والإنتاج قال يملأ الخير أرضنا فإذا الشعب نمو وقوة ونهوض يعني الآن هنا في عمل الشعب ينمو يكثر خيره يعني وخيره يكون قويا وينهض بمستقبل الشبابه قال يملأ الخير أرضنا فهنا عمل وإنتاج أيضا لما قال أنا فيها الفلاح أزرعها قمحا ووردا أليس هذا عمل؟ نعم عمل لأنه يفلح الأرض فيزرع القمحة للطعام والوردة للجمال طيب بالنسبة لمواجهة الصعاب مواجهة الصعاب لاحظ لما قال وأقلعوا الأشواكة أليس الشوك من الأشياء التي تكون في صعوبات يعني أمام الفلاح نعم هو يزيلها سواء بيده أو بمحراثه أو كذا فهو يزيل تلك العقبات أو الصعاب قال سكتي تنطح الصخورة وتمشي في الأحافير نشوة وعراكة وتمشي في الأحافير نشوة طيب سكتي تنطح الصخورة وتمشي في الأحافير نشوة وعراكة طبعا هنا نشوة دعنا نعدلها نشوة وعراكة طيب الآن السكة أي المحراث وهذا يدل على مواجهة الصعاب الآن المحراث سوف يجد في طريقه الصخور وسوف يجد الأحافير يعني الحفر لكنه مع ذلك سوف يسيره في هذا السير حتى يكمل عمله بمواجهة الصعاب ويكون له النتاج إن شاء الله أيضا الإصرار على تحقيق الأهداف عشان المثل لكل واحد من القصيدة طبعا والإصرار على تحقيق الأهداف في عندك وغدا تلعب الطفولة بالورد وتنمو حقولنا وتفيض لحظ هنا لما قال يعني وغدا أليس هذا إصرار على تحقيق الأهداف نعم لأن كلمة غدا ليس المقصود بها يعني غدا اللي هو بكرة يعني خنقل بالعامية أو خنقل غدا إنه والله مباشرة لا غدا يتحدث عن مستقبل ربما بعيد الأمل لكنه سوف يعمل حتى يحقق هدفه فيصر عليه يصر على ذلك الهدف فقال وغدا تلعب الطفولة بالورد وتنمو حقولنا وتفيض يعني الحقول سوف يكون فيها الخير كثير وتفيض أيضا قال وحقولي سنابل مقول تفرع النجمة كأني زرعت فيها السماكة هذا أيضا يعني يذل على الإصرار على تحقيق الأهداف حقولي سنابل تفرع النجمة يعني وصل هذا السنبلة إلى أن تصل إلى السماء كأني زرعت النجوم بدل ما أنزأ أزرع تلك الحبوب أو تلك الحبات السؤال الأخير يعني استخلص من القصيدة أبرز القيم التي دعا إليها الشاعر يعني هل الشاعر هنا دعا إلى قيم نعم مما أنك ترتبط بالأرض والأرض يعني لها مكانة وقدسية خاصة عند أهلها والإنسان قد يغترب وقد يكون له الشوق للأرض أكيد ولذلك يعني في قيم كثيرة منها حب العمل والبحث أو حب العلم والعمل والبحث ولذلك الإنسان لما يعلم يعمل فإذا علم عمل والإنسان إذا عمل يعني لابد أن يتقن فإذا أتقن ارتفعت جودته وارتفعت مكانته ولذلك هذه قيمة أيضا لابد أن يكون للشباب طموح لازم يكون للشاب طموح هذا الطموح يعني يرتفع به هذه القيم والإنسان الطامح هو يعني الإنسان الطامح له أعلى الملامح في الوصول بثقة الجامح والإنسان الطامح ولذلك أيضا من القيمة التي لابد أن تكون في هذه القصيدة يعني نستخلصها تذليل الصعاب الإنسان يذلل الصعاب ألا يقلع الأشواك يعني هل الطريق إلى العلو وإلى الرفع يعني ممهدة ومفروشة بالزهور لا ليست يعني والله طريق الرفع ببساط أحمر أحمدي أمامك لا وإنما لابد أن تذلل تلك الصعاب أيضا من القيم الأمل والتفاؤل لأنك لابد أن يكون عندك أمل وتفاؤل حتى ترتفع وترتقي هذه القيم من القيم أيضا العمل الجاد المخلص لأنك لابد أن تخلص في عملك وفي مكا يعني في عملك حتى يعني تكون لك الرفع والدعاء أهلا بكم طلابنا وهنا نصل معكم إلى نهاية شرحنا أو حلنا لأسئلة الفهم والتحليل أسئلة الفهم والتحليل والتي يعني نحن بصددها هذه الأسئلة يعني نسأل الله أن نكون ممن يعني علم وفهم وممن يعني أوصل المعلومة بالخير لا نريد أن نكون ممن أضاع الوقت ولم يستفد منه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في أحسن خير ونلتقي بكم بصحة وعافية وأن نعود إلى مدارسنا عودا حميدا نلتقي بكم بصحة وعافية كان معكم الأستاذ يوسف طالب الرفاعي شكر لكم تواصلكم وإن شاء الله أي استفسار نجيب عليه بإذن الله تبارك وتعالى سابحونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا